تقولي إيه بقى لكل ست زي ميرفت لأن الأغلبية فيه في المجتمع كده إنه أنا إحنا عارفين كل الفئات بتفرج علينا بس فيه فئة معينة كده بيبقى فيها الزوج مدمن أنا كنت أعرف واحدة كانت بجلنا البيت وكانت تحب تاخد اللبن يتقول لي سلي عندكوا لبن سلي عندكوا لبن ليه يا بنتي؟ مش أقول إسمك يعرف نفسها؟ ليه يا بنتي؟ هتقولي لي بنتي هتقولي أقولك أنا بحط بقوي لحد النهاردة أنا كنت بشوفها ست جدع كده صغيرة إنه ليه يا بنتي عشان هو بيتعافة فبيشرب لبن كثير ومش أعرف إيه أنشهز أوكي يعني هي اللي بتخدم في البيوت بتساعد في البيوت وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتجيب القرش وهي اللي جدع وهي اللي بتعطي تساعد الناس في البيت يعني وتخدم معينها وهو بعمل إيه؟ انت قلت بيتعافة يعني هو بيساعد نفسه إن هو ييتعافة سوالله هي مشت بالله كثير ما عافش هو تعافة ولا لا؟ ده بيجي من نتيجة؟ اه حالات كثيرة جدا بيجي من قصة نكمل المشوار ما بيقفش إن أنا بعد 6 شهر روح هستحمل قدية نكمل طب نرجع تاني للسيدات اللي عندها زوج مدن حقك على نفسك إنه تتقول لي ستوب وحقه عليك إنك تتساعدية عليك مرة اتنين الثالثة امشي مرة اتنين الثالثة امشي ده لو كانوا الأهل السابورتف لو كانوا أهله معايا انسي الأهل خلص انت وهو كفار القعدة الأولى في العلاج هو إن المريض نفسه عايز يتعلك لو المريض نفسه مش عايزه وعلى فكرة دمش موجود في الإدمان عادة ايه بقى؟ فبيبقى بالإجبار الأول أول ما يفوق يبدأ قولك أنا حايز تعلك فعال الزوجة أول ما تكتشف لا بس يدقى فوق بعد ما يقام الكارسى يا رحاب بعد ما يكون ضربها علقة بجد عمل لها حاجة حاجة فيه مصيبة حصلت لأولاده بيتفرجوا عليه أول ما تكتشف ما تعملش زي مرفت وتكبر دماغها لا أقفي وقولي أنا عارفة أنت عندك مشكلة يلا نحلها حلها بقى سهل الإدمان علاجه بقى سهل يا جماعة الإدمان بقى سهل هو بياخد وقت قوي بياخد مجود بس بقى موجود ما كانش زي زي زمان زمان أنت ما فيش علاج دلوقتي في علاجة فأقفي مع جوزك لأنه حق عليه كانك تقف معي اعتبر إن الإدمان مرض زي أي مرض مرة التانية التالتة امشي كمليش آخر حاشة بقى هاسألهي لك كده إنه بالشوف ié она ملاش إحصائية ماينفعش نحن نعمل عنها إحصائية فالمجتما بس بالشوفتي وبيقوو لكوا كده لما يكون فيه في البيت مدمن لازم يطلع حد من العيال مدمن لما يكون فيه في البيت حد بيشبقه لكول لزم يطلع حد من العيال بيشبقه لكول لما يكون فيه حتى أبا وأم بيشربوا سجايا لازم يطلع ابا بيشرب سجايا بص�� مش لازم يعني مش لازم بس هو احنا نقول الاغلبية بتبقى ايه الاغلبية اه لانه احنا عندنا حاجة اسمها المراية انا الابن بيشوف بابا فبيعمل حاجة اسمها بلو برينت البصمة اللي بتموجودة في اللا وعي عندك عن شكل الكوبية اللي بابا كان بيشرف فيها وهو صغير فانما بيتبر بيبدأ يطلع الزاكرة دي يبدأ يطبق نبدأ نشرح ويعترف الاب انه بيعمل باتها بيعمل عدة سيئة وعايز يتخلص منه يبدأ فان يحاول يتخلص منه لو مش عايز ابنه يطلع زيبه فالمرض النفسي عموما او اي مشكلة نفسية بتطلع بعوامل مجموعة مع بعض اسمها زملت يعني اسباب فعش نقولي ان الوراثة سبب واحد لا هي وراسة مجتمع بيئة تعليم الاب والام فهم مجموعة مع بعض فلما تبقى الام عندها اكتئاب ممكن يبقى اكتئاب عرضي يعني اكتئاب جيه نزجة صدمة ممكن يتنقل وللابن لو ما فيش عواامل ساعدته انه هو ما يبقاش ماج rahat فهمك ولكن لو في عواامل خليدت انه باعد مام التعال delicate بسرعة فاهم كبر خلاص الموجود مع بعض ليحسوا بيها حتى يعني فهم Freya ما يقولك مام يتعايته وانتي واطعتيش ليه يعني بتلقي أطفال بيقولك كده صح يببي ان مش عاد شانه بعي أعلى طول بفي أطفال كده نورتيوب كدير شكرا لك نورتينا اليوم الهاردي والكلام معك يم tangible شكرا لك